لأول مرة ينطلق معرض الفنون فرايز ارت فير في سول عاصمة كوريا الجنوبية لتنتقل اهتمامات الفنانين المعاصرين للبلد الاسيوي بعد ان كانت مركزة في لوس انجلس ونيويورك يضم المعرض العالمي عمالا من اكثر من 110 معارض في جميع انحاء العالم من سوق الفن المعاصر المدعوم من جيل الالفية في كوريا الجنوبية اعتبر المعرض اسيويا لدينا اكثر من 30% من المعارض في اسيا المشاركة 15 منها من المبتدئين لذا اعتقد ان هذا اثبات رائع للقوة في هذا المعرض يركز المعرض على اعمال ما بعد الحرب والاعمال المعاصرة وتفوقت كوريا الجنوبية العام الماضي على المانيا لتحتل المركز الخامسة بين اكبر الاسواق انهم منفتحون على طريقة جديدة في التفكير وهم مهتمون بالعديد من الاشياء مثل العلامات التجارية الفاخرة والساعات والعقارات يمكن اعتبر الفن استثمارا بديلا اظهرت بيانات خدمة ادارة الفنون في كوريا ان مبيعات الاعمال الفنية نمت بنسبة 180% لتصل الى رقم قياسي بلغ 680 مليون دولار وتعود اسباب الازدهار الى الاهتمام المتزايد بين جيل الالفية ممن يعتبرون الفن فرصة للاستثمار